الغموض يلف مصير أحدث المعارك التي اندلعت الأربعاء في وادي سلا بين القوات الحكومية وقوات متمردة تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات مع استمرار في تحشيد القوات من الجانبين المعارك اندلعت الأربعاء اثرهجوم نفذته قوات الانتقال بهدف السيطرة على المرتفعات المطلة على وادي سلا والتحكم الناري بهذا الوادي الذي يقع غرب مدينة الشقرة القوات الحكومية أفادت بأنها دحرت الهجوم وتمكنت من السيطرة على ثلاث دبابات وست دوريات عسكرية ومدفعين في وقت نشر فيه ناشطون موالون للحكومة صورا لآليات إماراتية كمحصلة لتلك المعارك فيما زعمت القوات المتمردة بأنها سيطرت بالفعل على المرتفعات المطلة على وادي سلا مقرة باستمرار الاشتباكات مع القوات الحكومية وبخسارتها قائدا ميدانيا هو أركان سرية الدروع في كتيبة حزم الخامسة محمد سلام الصباحي وفي موازات هذه المعارك ضخل إعلام الإماراتي أخبار متواصلة عن انتصارات يقول إن قوات الانتقال المدعوم من أبوظبي يحققها في هذه الجبهة على قوات مدعومة من قطر وتركيا في إشارة إلى القوات الحكومية التي يفترض أن تحالف دعم الشرعية جاء لمساعدتها من أجل استرداد النفوذ المسلوب لسلطة الشرعية موقف يضع الإمارات في الصفوف الأولى ضمن معركة تستهدف هزيمة السلطة الشرعية على الرغم من استمرارها كقوة ثانية في التحالف الثنائي الذي تقوده السعودية واحتفاظها بمعسكرات في محافظة الشبوى بعد أن وضعت كل الأسلح التي كانت بحوزاتها في عدن تحت تصرف قوات الانتقال الانفصالي الموالي لها تطورات اليومين الماضيين في شبوى تشير إلى تنامي ظاهرة التخريب التي تقف خلفها الإمارات واستهدفت منشآت نفطية فيما استهدف أحدثها وفي محاولة فاشلة حياة محافظ المحافظة محمد بن عديو عبر زرع عبوتين ناسفتين في طريق موكبة مع السمرار تهريب الأسلحة للعناصر التخريبية من المعسكرات الإماراتية في بلحاف والعالم ومن مدينة عدن أيضا وصباح الخميس أندلعت اشتباكات بين قوات أمنية ومسلحين تابعين للانتقال أدت إلى مقتل أحد المسلحين وإصابة آخر فيما أصيب أحد أفراد الحملة الأمنية الذي كانت تلاحق مطلوبين أمنيا بعد تورط المسلحين في الدفاع عن هؤلاء المطلوبين والسمرار لنشاط عناصر سابقة في تنظيم القاعدة مدعوم إماراتيا في مديرية المحفد شرق محافظة أبيان أفاد مصدر عسكري حكومي بمقتل جندي وإصابة ثلاث آخرين في كمين استهدف سيارة إسعاف ودوريتين عسكريتين في منطقة الجرى الواقعة شرق المديرية ترجمة نانسي قنقر